سجال دار بين نواب مجلس الأمة حول قضاياً في القطاع النفطي النائب جمال لعمر قال بأن هناك صراعات في القطاع النفطي واعتبر أن مستوى القطاع في الوقت الحالي سلبي وفاشل وذلك نتيجة لعدم وجود مختص متسائلاً عن دور المجلس الأعلى للبترول هذا الصراع قاعد ينعكس بشكل فعلي لدمار هذا القطاع ومن ثم كان هناك قرارات ارتجالية ومصالح مع الأسف أنا أقول غابت عن الحصيف والمتخصص بالإجراءات التي اتخذها من خلال قرار مجلس وزراء وألقي ذلك القرار لأن هذا القرار لم يعتمد من صاحب السمو ومن ثم بقرار مع الأسف خاطئ يكمل ذلك القرار بزيادة عدد مجلس الإدارة والسؤال المطروح ليش هذا العدد؟ في المقابل نفى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ما نشرته مجلة ميد المتخصصة في شؤون الاقتصاد حول عدم اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني لوجود خلافات بينهما إثر التعيينات الأخيرة في القطاع النفطي ما أشارت له مجلة ميد بأني لا أجتمع مع الرئيس التنفيذي فهذا الكلام عار عن الصحة أنا كنت أمس باجتماع مع الأخ الرئيس التنفيذي وبين كل مودة واحترام واليوم ترأست اجتماع لمجلس الإدارة الجديد ونتيجة انعقاد جلسة مجلس الأمة فقد أنابه عني في الرئاسة الأخ الرئيس التنفيذي اللي كان موجود فليس هناك ما يعني يدعيه الأخ أو ادعته المجلة بأن ليس هناك اجتماعات لا مصرحة البلد عندنا أهم المصرحة العليا للبلد أهم ولا زال الملف مفتوحا للنقاش فوزير النفطي يؤكد أنه لم يأتي للصراعات في القطاع النفطي بل جاء لتنظيم العمل ونواب يقولون بأن الصراعات والفساد ينخران في جسد القطاع النفطي